بعد أسابيع من الهجوم الروسي على شمال شرقي أوكرانيا أعلنت موسكو تقدم قواتها مسافة 11 كم في عمق الجبهة وبأكثر من 3 كم في عمق الدفاعات الأوكرانية نحو كوبيانسك التي كانت أوكرانيا استعادت السيطرة عليها في سبتمبر الماضي كما أعلنت مصادر روسية تدمير مسيرة قرب منطقة موسكو أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم أوكراني على محول دوناتس مؤكدة مقتل أكثر من 130 جندي أوكراني في المواجهة بالمنطقة أما على محور زاباروجيا فقالت القوات الروسية أنها قضت على نحو 80 جنديا ودمرت عددا من المعدات العسكرية كما اعترضت دفاعاتها 9 صواريخ من نوع ستورم شادو كما أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل عدد من الأشخاص في قصف روسي على مدينة خيرسون وعلى مناطق حدودية بمنطقة خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد وكانت القوات الأوكرانية بدأت هجوما مضادا مكثفا منذ يونيو لاستعادة الأراضي في شرق البلاد وجنوبها إلا أن التقدم محدود حتى الآن بفضل خطوط الدفاع الروسية القوية وتجهيزها لخنادق وكمائن مضادة للدبابات وحقول الألغام هذه التطورات تأتي في وقت اعتبر فيه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المحادثات التي انعقدت في السعودية بشأن الحرب الأوكرانية وجهت ضربة كبرى لروسيا مؤكدا أن المشاركين أيدوا بشكل كامل استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها أما وزارة الخارجية الروسية فقالت أن بنود الصيغة المقترحة من الرئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي للسلام لا تهدف إلى إيجاد أي حل دبلوماسي للأزمة مؤكدا أن التسوية المستدامة للنزاع الأوكراني ممكنة فقط في حال توقفت كييف عن القتال وتوقف الغرب عن مدها بالأسلحة